اشتركوا في القناة او مواطن عادي يعني ارجو ان يكون هذا واضحا ان احنا وانحنا بنتكلم على الواقع بتاعت صفع الرئيس الفرنساوي احنا ضدها وضد اي صفع لأي من ادم يعني السلوك الصفع ده سلوك همجي برباري لا يمكن اطلاقا ان احنا نوافق عليه ولكن ما حدث فرنسا مهم بالنسبة لنا جدا عشان نفهمه وعشان نفهم انفسنا ايه اللي حصل فرنسا الرئيس الفرنساوي نازل عشان طبعا هو ناوي انه يرشح نفسه الفترة تانية فبيبتدي يتصل بالقواعد الانتقابية انه هو يروح يقابل الناس ففيه واحد زي ما حضراتكو امكن شوفته سلم عليه ورح مديله بالقلم على وشه اداله بالقلم على وشه وهو رئيس فرنسا ايه اللي حصل بعد كده الحرس بتاع الرئيس اصلا اتأكده في لحظة ان هذا الرجل غير مسلح ولو كان مسلحا كانوا عملوا حاجة تانية خالص فراحهم رمينوا على الارض وبعدوا الرئيس وقبضوا عليه يبا الراجل ده الفرنساوي ده درب رئيس الجمهورية على وشه قدام العالم كله ايه اللي حصل اتحاول للمحاكمة المحاكمة بتهمت ايه من فضل حضراتكو يعني ياريت نفكر في الموضوع المحاكمة بتهمت ايه مش اهانة رمز الدولة ولا اهانة والد الامة ولا الاتصال بجمعية ارهابية القضية اتعاملت للراجل بتهمت الاعتداء على موظف عام اثناء اداء عمله يعني لو الراجل ده كان ضرب كومساري او سواء قطر او رئيس هيئة البريد ما كانتش التهمة تغيرت فتحول للمحاكمة بتهمت الاعتداء على موظف عام اثناء اداء مهمته او عمله طيب القانون بيقول ايه في فرنسا بيقول لو الدربة دي خلت ماكرون يبقى يتعالج اكتر من ثمانة ايام تبقى جنحة عقوبتها ثلاث سنين سجل طبعا ماكرون متعالجش اكتر من ثمانة ايام بالعكس ده هو استمر في الحملة بعدها بموال حاجة وقت ولل جدا وبالتالي النيابة سألت حققت القضاء هناك غير شامخ ده نقطة مهمة جدا النيابة حققت مع الراجل فالراجل قال انا ما كانش عصدي اضربه بالقلم انا بكره سياساته ولما لقيته قدامي ما قدرت شامسك نفسه فالنتيجة ان وكيل النيابة شال استبعد سبق الاسرار والتراصل دي كانت زودة الموضوع طلبة النيابة كان بثمنتاشر شهر حبس القاضي حكم ايه اربعة شهر حبس وبقيت التمنتاشر مع ايقاف التنفيذ يعني ايه ايقاف التنفيذ يعني لو عامل كده تاني العقوب تاني يجمعوا على بعض عايز اقول له حضراتك يعني الراجل ده اللي ضرب رئيس فرنسا قبل الالم على وشه واخد اربعة شهر حبس مش بس كده القانون في فرنسا بيقول ان اللي واخد عقوبه اقل من سنتين ممكن يقدم من سنتين حبس يعني ممكن يقدم طلب يستبدل بالعقوبة خدمة عامة يعني الراجل ده ممكن يقدم طلب حيقدم طبعا بدل الاربعة شهر الحبس دول يروح بقى يشتغل في جنينة يروح بقى يخدم الناس اللي هما كبار السن يروح يعمل اي حاجة خلال الاربعة شهر طيب هل دي اول مرة تحصل في فرنسا تصوروا ان لأ 2017 رئيس وزراء فرنسا السابق مانويل فالس مانويل فالس كان نازل برضو في جولة فوقع حظه في واحد برضو سلم عليه ورح رازعه بالألم وحصل نفس الموضوع الحرس تأكد ان هو ما عندوش سلاح ورحوا مرمينه على الأرض وسيطروا عليه وحاولون المحاكمة الراجل بقى اللي ضرب رئيس الوزراء كان حظه أحسن ليه بقى خد ثلاثة شهر من الأول مع إيقاف التنفيذ ومية وخمسة ساعة خدمة عامة يعني ضرب رئيس الوزراء على وشه قدام العالم كله وخد مية وخمسة ساعة خدمة عامة خدمة عامة يعني ايه زي ما قلت لحضراتكم يشوفوا اي مشروع يروح يخدم يعمل فطار للناس اللي في مالجأ مسنين حاجات زي كده طيب هو الموضوع ضرب بالإعلام بس؟ لا طبعا في ضرب بالبيض الفاسد دي طريقة تقريبا معتمدة في الغرب على إنها طريقة لإبداء الغضب يعني تقريبا في إنجلترا آخر عشرين تلاتين سنة مفيش رئيس وزراء إنجليزي مخدش بيت فاسد في وشه تقريبا يعني أنا حبيت أجيب أمثال لقيتها كتير جدا أنا كنت في لندن مرة ورئيس الوزراء أخد شوية بيت فاسد في وشه واحدة ستة قالت له أنت وعدت كذا 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 ومعملتش أي حاجة أنت راجل نصاب وكذاب خد جيب والصور طبعا طلعت وهو أخد بيت فاسد في وشه وكله والستة أبض عليها أنا كنت في لندن فحبيت طبعا أشوف هذا العالم العجيب نحن نتمنش دعو باللصة يا جماعة خالص القاضي على بالليل أفرج عنها والقاضي لما أفرج عنها وقال مفيش وجه لإقامة الدعم إيه بقى إيه بقى أولا لم يقصد بالبيض الفاسد اعتداء جسدي مؤثر يعني هي مش عايزة تعمله عاها ده أول سبب دي أسباب أن القاضي أفرج عنهم السبب الثاني أنه القاء البيض الفاسد على مسؤول عام هو نوع من التعبير عن الغضب حتى ولو كان غضبا قاسيا إنما هو مسموح به في إطار حرية التعبير يعني لما تضرب سيادتك رئيس الجمهورية ببيت فاسد في وشه أنت بتمارس حقك الدستوري طيب معلش بقى إحنا لازم نقع فينا عشان نفهم مش عشان نفهم الدول الديمقراطية مفهومة عشان نفهم نفسنا طب يا جماعة هل مثلا كل رؤساء الوزراء رؤساء الوزراء وكل الرؤساء الجمهورية مهزئين في الغرب مثلا وإحنا عندنا الرئيس هو المحترم جدا ولا في مشكلة تخيلوا لو في مصر حد حاول يعمل مش عايزين نقول يصفع لأن إحنا ضد الصفا طب حاول حد يرمي بيت فاسد على الرئيس السيسي اللي هو القاضي الإنجليزي قال ده من حق المواطن رغم أنها طريقة قصية في التعبير إنما هي حرية التعبير لأنه مش مقصود أن يعواره طب تخيلوا حضرتك كده معك بيت فاسد وحاولت تتقرب من الرئيس السيسي وتديره بيت الفاسد لأنك ضد السياساته طبعا الله يرحمك طبعا الله يرحمك إنت لو قربت أصلا من غير بيت فاسد الله يرحمك ومش بس الله يرحمك ده أنت ومراتك وعيالك وجرانك والأسامي اللي على التليفون اللي تعرفه كل دول هيتنفخ طيب مش ملاحظين إن الفرق كبير كبير جدا طب هو الفرق في إيه الفرق في مفهوم الرئيس نرجعتان اللي حصل لماكرون النيابة حاجة اسمها التكييف قانوني كيفت الواقع إيه الاعتداء على موظف عام بس ما يقدرش يعمل أكتر من كده ما يقدرش يقول والله ده اعتداء على رمز الدولة او الاعتداء على أبونا او الاعتداء على والد الأمة ما فيش معندهمش الكلام ده احنا عندنا الرئيس ما هوش موظف عام لا ده الرئيس ده قائد العظيم وقائد الملهم واللي ربنا أنا أمع لي نبيه وهو والد الأمة وهو رمز الوطن وهو كل حد طب إيه اللي يخلي الناس هما يفكروا كده واحنا نفكر كده طبعا انت هتقول لي او اي حد ويقول يعني القامعة ماشي هناك مفيش قامعة الراجل ضرب رئيس الجمهورية بالألم وقاعد دلوقتي معزز مكرم في السجن والمحامية بتاعه في الغالب هيقدم طلب انه هستبدل بالعقوبة خدمة عامة وحيوجاب في الغالب لازالطلب تمام؟ الراجل اللي هو ضرب رئيس الوزر محصل لوش تقريبا حاجة راح اشتغل خدمة عامة وبالتالي قامع عندنا بيخلينا مش ممكن نعمل كده تمام؟ بس حيه هو عشان يبقى عندنا يعني نبقى موضوعيين الموضوع مش قامعة بس يعني نفهم ان الناس تخاف تتظاهر عشان اتقام انما مفهمش ان الناس نفسها مش شايفة في وجود ديكتاتور اي مشكلة هو ده الموضوع وانا قلت قبل كده لحضراتكو وبكرر كل هذه الندوات والفيديوهات انا بعملها علشان انا اكتشفت ان المشكلة في طرقتنا في التفكير طرقتنا في التفكير هي اللي بتخلينا نتحمل انظمة ديكتاتورية وهي اللي بتخلينا نتحمل جامعيات اسلام سياسي فاشية وهي السبب في كل حاجة فاي محاولة زي اللي انا بعملها ولو غيرت تفكير شخصيا بس حس ان انا انجزت وبالتالي عندنا مشكلة احنا ايه هي المشكلة المشكلة ثقافة الازعان الازعان اللي هي الطاعة المطلقة دي مش موجودة في الدولة الديموقراطية فيش ازعان قبل كده اي حد بيكلم رئيس الدولة كان ان انت زي ما بيكلم اي موظف احنا عندنا ازعان يعني ايه يعني الراجل الكبير كبير واحنا صغيرين حاجة اسمها الهيراركي الهيراركي اللي هو تنظيم فيه طبقات هذا التنظيم غير ملن فيه هيراركي ديني وهيراركي عسكري طب ايه اللي وقعنا في عقلية الازعان دي ثلاث عوامل اول عامل الحكم العسكري ليه لانه الجيش هنا بقى اي جيش في الدنيا قائم على الطاعة المطلقة طبيعي لو الجيش ديمقراطي البلد راه في داهية نفعش الجيش بديمقراطي فيه بعض القيادات بتقولوا الله مثلا دلوقتي هنضرب اسيوبيا مثلا ماينفعش بقى الزباط الصغيرين يقولوا لا يقول لرئيس الاركان لا اقنعني نتناقش وناخد تصويت ماينفعش الجيوش مش كده لا الجيش لازم يبقى دكتاتوري لازم طبيعي الجيش كده يعني انا مش بنتقد الجيش المصري لانه هو زي كل جيوش العالم قائم على الطاعة المطلقة وانا ما يبقاش جيش يبقى برلمان بقى اي حاجة المشكلة لما الجيش ده بهذه ثقافة الطاعة المطلقة يدير الدولة بنفس الثقافة هيا دي المشكلة انك انت كجيش عندك الطاعة المطلقة تعظيم سلام انت كده تمام تمام انت تدير دولة وتنفذ نفس الثقافة وبالتالي اصبحت الدولة نفسها وعى في هذا الاذعان اللي هو الطاعة المطلقة وبالتالي يبقى الصغير لازم يسمع كلام الكبير في الجيش اي حد يكلم اي حد ويبص على كتفه ليه بيبص على كتفه لو انت اصغر مني تسمع الكلام لو انت اكبر مني في الردبة انا اسمع الكلام الكلام ده بينتقل من الجيش من النظام السياسي الى كل مؤسسات الدولة وبالتالي ثقافة الاذعان جاية من النظام السياسي اصلا لان احنا في حكم عسكري منذ 1952 دي رقم واحد النظام السياسي دايما بين الاثقافة بتاعته لكل مؤسسات الدولة ثم الى المجتمع ثم الى الحياة الخاصة للمنئدمين دي معروفة طيب القوة التانية اللي بتصارع الجيش وتتحلف معي وبعدين تصارعه وتتحلف معي الاخوان المسلمين الله عبر الاخوان المسلمين أصلا قائمين على السماء والطاع يعني انت عشان تبقى في الاخوان لازم تقسم على السماء والطاع وبالتالي بقى عندك مؤسسة الحاكمة قائمة على السماء والطاعة وعندك المؤسسة الأخرى اللي هي بتنازعها بتنازع الجيش في الحكم وتتعالف معها وتقلب عليها ويقلب عليها قائمة أصلا على السماء والطاعة فيه فيديو كتبت عنه قبل كده مدهش قيادات الإخوان ناس كبيرة يعني ناس لو سبتهم الإخوان هسات زي في الجامعة ودكاترة وناس يعني مغادة النظر أنهم إخوان وان لا ناس ليهم واضحة في المجتمع بيتزاحمون يعني بيدربوا بعض بالكتاب عشان إيه عشان يلبسوا المرشد الجزمة بتاعته وهو طالع من الصلاة فيديو مشهور جدا وانا عملت عليه مقالة كنت طبعا زائدة ما اتمنعتش من الكتاب اسمها فن تلبيس الحزاء اللي هو إيه يعني هرابيات دي أسازة في الجامعة بيزقوا بعض بالكتاب من اللازي ينال الشرف إنه ياخد الحزاء بتاع المرشد وإيه ويحط الحزاء في رجله والمرشد لما تشوف الفيديو أولا لما اعترضت خالص ثانيا مرشد الإخوان واضح إنه ياخد على كتاب يعني إيه ده اللي أنا كتبته في المقال يعني سعيد الحز اللي خد حزاء المرشد ولبسه له لقيت المرشد رح عمل رجله بطريقة ده خالب جوه الجزمة مما يدل إنه ياخد على كتاب يعني أنا مش ياخد على كتاب هتلخبط الجزمة هتكاعب مش إنه ملأ ده حريف واخد ده رح داخل وهي الجزمة طب جماعة زي كده هتعلم الناس إيه الإزعان الإزعان الكامل لأنه هم مزعنين أصلا طب عندنا المؤسسة الحاكمة والمؤسسة اللي معاها وضدها ثقافتهم الرأسية الإزعان فضل في النص إيه بقى المواطن العادي اللي هو لا كده ولا كده ده بيحكموا رجال الدين رجال الدين الإسلامي والمسيحي يتحكمون في حياة معظم معظم المصريين أتمنى بغلطان بس أنا أقولك تعمل اختبارات بسيطة عشان تعرف ما عندنا شي حصائيات لأن الدكتاتورية مع عمرها ما تقدم حصائيات دقيقة إنما اعمل الاختبار أنا عملته قل للواحد إيه رأيك لو شيخ من غير ما تقول اسمه طلع قدام رئيس الجمهورية وقال في البرلمان قدام التليفزيون والله لو أن الأمر بيدي لو وضعتوك في موقع لا تسأل فيه عما تفعل لو الموضوع في إيه دي أنت فوق البشر ده شيخ بيقول للرئيس الجمهورية اسأل أي واحد كده مسلم هيقول لك إيه يا نهر سود إزاي كده إزاي ده ما فيش غير ربنا اللي يتحط في مكانه ما يتسائلش عما يفعل ده راجل المنافق على أقل ممكن يقول أكتر من كده طب قوله بقى إن اللي قال كده الشيخ الشعراوي وإن الفيديو موجود رد في له هابعجيج جدا هيشتمك إنت يعني هو ما يقدر يتحمل أي نقد لشيخ الشعراوي وأسهر طريقة إنه إيش تم من ينتقده هو مش نقد إيدي وقع طيب هات أكتر واحد ابطي صاحبك مستنير جدا تمام وقاله دلوقتي أنتو اللقباط والمستنيرين في مصر بيطلبوا بفصل الدين عن الدولة طيب البابا تودرس بيمارس دور سياسي ده ما قايد السيسي وبيعمل بيانة على مش عارف إيه طيب ليه كده طيب هو ممنوع خلط السياسة بالدين الإسلامي ولا ممنوع خلط السياسة بالدين عموما هتلاقيه توطر جدا وحيقول لها كلام غير مقنع خالص تمام طيب قوله طب أنت كراجل إبتي لماذا لا تطالب بحقك كإبتي أن أنت تراجع ميزانية الكنيسة الكنيسة بيجالها فلوس وشوفنا أن فيه أراضي وفيه صراعات على أراضي وما احترامي طبعا انكامل الكنيسة إه إنما قل الواحد مسيحي إبتي صاحبك ياريت تطالب بمراجعة ميزانية الكنيسة طبعا هو لن يحدث ولن يراجع هو أنت هتغسر صاحبك يعني دي النتيجة المؤكدة لأن رجال الدين يتحكمون في قطاع عريق جدا من المصريين بعدنا ثلاث أسباب لزعان المؤسسسة العسكرية اللي هي في الحكم اللي هي صدرت لنا ثقافة الإزعان وهذا الإزعان في الجيش مظبوط جدا بس لما يبقى برة الجيش يبقى غلط والإخوان المسلمين اللي هم أصلا قائمين على الإزعان والسماء والطعم من أساسه فاللي ميشي وراهم مزعن طبعا والرجل العادي إيه اللي رجل الدين يتحكم فيه هل الصورة السودة خالص يعني عندنا عيب خلقي يعني مولودين مزعنين لا طبعا مصر مرتين خلصت من ثقافة الإزعان عندما ثارت ثارت بجد لأن 52 كان انقلاب حدش يقدر يقول غير كده بعد كده حصل له دعم شعبي إنما ما يفعش إن الناس تروح تنام بالليل وعندها ملك تصحى الصبح حتلاقي الملك تشال الجيش تشال وتقول لي دي صورة لا ده انقلاب تمام يبقى أنت صورة 19 دي صورة حقية وصورة 2011 دي صورة دي صورات حقيقية صورة 19 عملت طبعا كل التاريخ اللي خدناه في المدرسة غلط ومكتوب قام عبد الناصر علشان يكرهنا في الفترة اللي قبل عبد الناصر ما كانتش جنة بس كان فيه نموذج لبرولي حقيقي أمثلة أمثلة كتيرة دي الفترة اللي ما كانش فيها إزعان دستور 23 أولا اللجنة اللي عملت الدستور ده الوافد قطحها وسماها لجنة الأشقياء ليه لأن الوافد كان عايز يعمل اللجنة بالانتخابات ولو كانت بالانتخابات الوافد هيكتسح فالملك فؤاد خايف من الوافد فعملها بالتعيين دي دستور 23 بس جاب أفضل أقول في مصر في اللجنة دي اللجنة دي كانت هتعمل بند اسمه حرية العقيدة مكفولة فاعترض أسد القانون قالوا لا حرية العقيدة معنى أن المواطن المصري لازم يبقى عنده دين لا نقول عليها حرية الاعتقاد مطلق ملحد مسلم بهاي من مئة سنة تقريبا لأن 1922 من مئة سنة واللازهر حاول بعد جواب لللجنة وقال لها يعني ايه لا ما نعترف بالملحدين قالوا لا معلش الملحد ده مواطن مصري ما ملناش دعو ومليته وطلع النص كده حرية الاعتقاد مطلق تخيلوا حضراتكم 1937 عالم رياضيات بارس جدا اسمه اسماعيل أدم كتب كتاب اسمه لماذا أنا ملحد كتاب 12 بيتباع ورد عليه أحمد زاكي أبو شادي شعر كبير جدا بكتاب تاني اسمه لماذا أنا مؤمن ورد عليه كاتب اسلامي محمد فريد واجدي بكتاب اسمه لماذا هو ملحد هو أصده على اسماعيل أدم الراجل الكاتب الاسلامي قال ان محدش المفروض يداي الملحد لان الالحاد موجود في تاريخ الاسلام ولن يدير الاسلام فبقى حضرتك سنة 37 تستطيع انك انت تنزل تشتري من اي مكتبة في وسط البلد التلات كتب تشتري مع بعض تشتري لماذا أنا ملحد لماذا هو ملحد لماذا أنا مؤمن تشتري مالك اتشتري مالك ازعان وكل بفضل ثور 19 وبالتالي الجزء اللي هو الإزعان الديني ده كان مش موجود الجيش ما كانش بيحقق فيه واقع لطيفة جداً سنة 29 كان الزعيم طبعاً ساعد زغلو توفى وكان مصطفى نحاس هو الزعيم فالملك فؤاد أقال ببرلمان عنداً في الوفد فمحمد نجيب اللي هيبقى بعد كده هو قائد الزباط الأحرار وبعد كده هيعتقله عبد النصر 30 سنة في بيته محمد نجيب لأنه كان زي يعني تهيل انتوا عارفين انه هو كان نص سوداني ونص مصري فكان أصمر البشرة فتخفى فيه زي سفراجي ونط وراح قابل مصطفى النحاس وقال له أنا مش سفراجي القصة دي إجماع المصادر يعني مؤكدة قال له أنا زابط في الجيش وبقول لحضرتك انه اللي عمله الملك فؤاد وأقال البرلمان علشان أغلبية وفدية احنا ندخل كقوات مسلحة ونرجع لبرلمان المصطفى النحاس الكلام دي سنة 29 قال له لا 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 جيش يفضل برة المكسب اللي حيخش من الجيش أقل بكثير جداً من الضرر اللي لو الجيش داخل في السياسة سنة 29 طبعاً بالمناسبة الإخوان المسلمين ما كسبوش أي حاجة في البرلمان من ساعة ما تعملوا آخر انتخابات محترمة وأنا بوجه الكلام دا الإخوان اللي بقوله أكاذيب وبيقوله دا الله يرحمه مرسي هو أول حاكم ديمقراطي وهذا الغراء آخر انتخابات محترمة في مصر كانت يناير 1950 المرسي الله يرحمه بقى رئيس باتفاق بين المجلس العسكري ومكتب الإرسيان وطبعاً الإخوان كانوا بيشتروا الأصوات بالزيت والسكر وكل هذا الكلام احنا عارفين فلا فيه هو رئيس ديمقراطي ولا أي حاجة طيب دا سنة ثورة 2019 طيب لما خلصنا من الإزعان خلصنا في الإزعان مرة تانية أناوع عليها وكلها أناوع عليها في 2011 في وقع تورينا خلصنا من الإزعان ازاي دي أنا شوفتها الاستفتاة بتاع 19 مارس اللي المجلس العسكري خدع به المجتمع المصري علشان يلتف حوالي مطالب الثورة وانضملوا الإخوان المسلمين كالعادة اللي هم خانوا الثورة وبقولوا للناس لأ ما نغيرش الدستور علشان كان فيه اتفاق بينهم بين مجلس العسكري انهم يقفوا ضد الثورة ويبيعوا الثورة مقابل انهم ما يوصلوا للسلطة ده استفتاة 19 مارس جيج محافظ القاهرة مش فاكر اسمه بس انا شوفته محافظ القاهرة يضلي بصوته في لجنة في جاردن سيتي الراجل حيضلي بصوته في الاستفتاء فطبعا الراجل ده واخد علي ايه ان يبقى فيه طبور هو موقفش في طوابير يمشي من جنب فحاول يمشي يخش على اللجنة محافظ مين اللي وقف له الناس اللي وقفين في الطبور الثورة بقى ايه ده ايه ده حيلك قال انا محافظ قالوا ايه اعرفين انك محافظ حوار رائع قال لهم انا عايز اخش قالوا لا ما تخش اشتقف في الطبور ده بقى ايه لما المصريين خلصوا من الازعان قال لهم انا لازم تشوف بقى تشوف العقلية عقلية الجهاد السيادية قال لهم انا لازم اصوّد دلوقتي قدلي بصوتي بسرعة لان عندي مقابلة مع المشير طنطاوي هو طبعا في دماغه على الكتالوجي القديم انهم هيتريعش مشيط طنطاوي قالوا له واحد واحد عادي خالص انا شوف قال له عارف لو المشير طنطاوي جي قدلي بصوته هنا حنوقفه في الطبور قامت الناس مسقافة اولا دي اللحظات اللي المصريين تخلصوا من الازعان يبقى الاول تتخلص من الازعان في دماغك حتتخلص من الدكتاتورية لازم المعركة في دماغك اولا في طرقاتنا في التفكير دماغك 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 تتخلص من الازعان